حول هذا المبنى سيلتفه التمديد لللواء عباس إبراهيم إذا ما بقيت الطرق مقطوعة إلى ساحة النجم فالوسيط الدائم نال وعدا من رئيس الطيار الوطني الحر الذي عاد ونسف فكرة المشاركة في الجلسة التشريعية المسألة تتعلق بالأماني الأخلاقي في عملية التعاطي مع اللواء إبراهيم وتحديدا من رئيس الطيار الوطني الحر اللواء إبراهيم لعب أدوارا حاسمة وإيجاد حلول أيضا للمشاكل التي اعترضت الوزير جبران باسيل تحديدا مع الحزب التقدم الاشتراكي في الجبل قصة البساتين ومع حركة أمل الرئيس نبيه باري في المقول الشهيرة يومها استضافه اللواء إبراهيم استضافه الوزير جبران في منزله في الكوثارية الساعونة لعقد الجلسة التشريعية يعولون على تغيير باسيل موقفه قبل الاثنين المقبل موعد الجلسة الثانية لهيئة متب المجلس بغية تخفيض جدول الأعمال هناك مطلب يجعل البنود 11 بندن بدل 81 بندن يصبح هناك إمكانية أمام رئيس الطيار الوطني الحر للقول للنواب أنتم أحرار في المشاركة لكن بحسب معلومات الام تي في يبدو باسيل رافضا المشاركة رغم حصر الجدول ب11 بندن ومن بينها مسألة الصرف الصحي في الباترون وما لم ينجح مسعى التمديد للواء إبراهيم في جلسة تشريعية يكشف مصدر في الثنائي الشعي عن مخرجين بارا مجلسيين لتفادي الشغور في الأمن العام الأول احتمال تكليف اللواء إبراهيم تسيير الأعمال إلى حين تعيين أصيل وبقرار من الحكومة ووزارة الداخلية لكن التكليف هذا غير مرجح كون اللواء إبراهيم مدني أما الثاني فتكليف الشعي الأعلى رتبة وهو العميد فوزي شمعون ولكن بعد تشكيل الضابطين المسيحيين الذين يفقانه رتبة على مواقع أخرى ترجمة نانسي قنقر